مرحبا مواليد برش السرطان كيف بدي يكون الاسبوع من التنين 11 للاحد 17 ديسمبر شو في عنا بهيدا الاسبوع في عنا امر جديد بهيدا الاسبوع طبعا بهمكن الامر لانه الامر هو كوكبكن وبالتالي اطوار القمر انتو معنيين فيها في عنا امر جديد هاي مسألة حلوة ببرش القوس يعني البيت السادس اللي علاقة بالشغل وبالصحة وبحياتكن الروتينية ودايما اطوار القمر بتساعدكن لحتى ادلكن على طريقة جديدة على نغمة جديدة على يمكن فكرة جديدة وقرارات كمان بتقدروا تاخدوها فالامر الجديد عم يعطيكم قوة في هذا الاسبوع خلونا نشوف كيف تكون الاحوال الفلاكية التانين 11 الامر ببرش العقرب حتى الساعة وحدة الظهر 11 تحديدا توقيت بيروت الشتوي بيروح من بعدها لبرش القوس فترة وجود الامر في برش العقرب هي الفترة الحلوة في يوم الاثنين بعدين الامر برش القوس هي فترة ركض وعمل وانشغالات وتركيز على كتير من المسئوليات طبعا لانه البيت السادس بيت الشغل والامور الصحية والروتينية من التانين 11 الظهر توقيت بيروت حتى الاربعة الساعة 5 ونص بعد ظهر توقيت بيروت الشتوي الامر بيكون ببرش القوس التالتة منتصف ليل تالتة واربعة بيكون عندنا الامر الجديد يعني فترة وجود الامر في برش القوس هي فترة مهمة لتكونوا منسجمين مع حالكم متصالحين مع حالكم تعرفوا وتواجهوا الامور بينكم وبين حالكم شو لازم تضبطوا بجدول اعمالكم حتى لو اضطريتوا مثلا ولادكم ما بتقروا تاخدون ساعة ثلاثة بعد ظهر ثلاثة وربعة مثلا او صبح تفيقوا نتفيق ابكر يروحوا نتفيق خمس دقايق ابكر يعني مسائل بسيطة عندما ولي برش السرطان بتساعد يمكن عم بحكي مش بس عن هذا الاسبوع الروتين تغييرات هي تقريبا مسألة دائمة التغيير بتكون تدخلوا وفيكن لهذا الشهر يلي عم تبدأوا مع هالامر الجديد فالقرارات بقيدكن وفيها تكون كمان قرارات صحية كي بكن تحسنوا حالكن سبور زيدي سبور اقل عم تتعبوا ترتاحوا اكل صحي اكتر عمل جديد عمل مختلف اي ساعة بكن تشتغلوا يعني كل هالامور اليومية الروتينية لازم لازم تشتغلوا عليها بعض مولي برش السرطان يمكن يفكروا بتعديل عملهم او يدوروا على شغل او يطلبوا شيء جديد بشغله الاربعة المثال امر ببرش الجديد فترة تعب لانه الامر معاكسكن الخميس كمان والجمعة خمسة عشر كمان لساعة 8 يلمسا اذا فترة وجود الامر في برش الجديد هي اكيد فترة متعبة جسديا نفسيا ما تعملوا مشاكل مش وقته يمكن تعبنين من الايام اللي سبقت لكن ما معناتها انه تفشوا خلقكم بالاخرين بالعكس يمكن الاخرين بحاجة لالكن لدعمكن لحنيتكن لقوة شخصيتكن لانه برش السرطان صحيح برش مائي عاطفي لكن شخصيته قوية واوي ما بيهزوا شيء مثل الجبل فما تخافوا خلوكن قوية تعاملوا مع الامور بليوني 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 هيدا السر النجاح الاسبوع وكل الاسابيع جمعة المسا بترتاحوا من كل شيء السبت والاحد كمان حتى الساعة عشرة المسا الاحد فترة وجود الامر في برش الدل وفترة مريحة مثل يلي كان عم بيسبح تحت المي بيطلع وبياخد نفس فترتاحوا من العناء من المشاكل من المواجهات خاصة انه الاحد بيرجع الامر بينتقل للمسالة برش الحوت المائي يعني هون صارت عند مواليد برش الاحد صارنا بجو احتفالة نسبيا هذا اسبوع كتير مهم وانا بعتبره كتير حلو ومثمر جدا وغني بالفرص لحتى تغنوا حالكن وتضبطوا في تأثيرات ممتازة من الزهرة ومن زحل ونبتون الزهرة عم بيعطي تأثيرات رائعة لمواليد تسعة عشرين حزيران يونيو حتى سبعة تموز يوليو زحل عم بيقوي بشكل هائل مواليد تنين عشرين تلات عشرين اربع عشرين حزيران يونيو ونبتون عم بيعطي طاقات كتير كبيرة ومهمة تسعة عشرين تموز يوليو يمكن تكون فترة سفر جميع الاحوال تابعوني مع الابراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي